مسلسل طيبة الحقيقة الخمسة اسمحوا لي احكي لكم بالمصر بتبدأ الحلقة بطيبة وهي بتتكلم مع وسام وبتقوله سامحني ما كانش قصدي لانه سامعها وهي بتقول لسارة انها ناوي يتعذبه وبتقوله عشان قطر سامحني بيقولها طبعا عشان قطرك اعمل اي حاجة لكن اسناء مهمة بتكلمه بتخرج البنت اللي اسمها نور مع اصحابها الشباب وبيتريقوا عليهم لكن بيرد وسام بيقولها ماكيش دعوا بينا نعمل اللي نعمله وطبعا هي غيرانة جدا من طيبة ومتدايقة منها بعد كده وسام بيقعد مع طيبة بيتكلمه وهي متدايقة فبيقولها خلاص فوكي مافيش اي حاجة بعد كده بيطلع لها وردة وبيدها لها وطبعا هي متفاجأة جدا بالوردة دي شوية قال لها انا بحبك طبعا كانت مصدومة وفي نفس الوقت كانت فرحانة وبتاخد منه الوردة وهي مبتسمة وممسوطة جدا اثناء كلامهم بتيجي ريتا وبتشوف الموقف ده وهو بيقدم لها الوردة بتتدهيق جدا طبعا لانها بتحبه وكانت عايزة تتجوزه وبتمشي منلاقي بعد كده انهم الاربع رايحين عشان ياكلوا وسام وهيسم وصارة وطيبة لكن طبعا طيبة مش عارفة حاجة في الاكل فصارة بتقول انها بتحب الشاورمة وبيطلبوا طبعا الاكل عشان ياكله بس مش بتقدر تاكل براحتها اما بالنسبة لساعة كان بيتكلم في التليفون ومرة واحدة بيبص يلاقي حامد جوز اخته واقف مع واحدة فبيصوروا علشان خاطر يوري الاخت الصورة بالنسبة لطيبة طبعا ما صدقت انه وسام وهيسم وقاموا وفضلت عمالة تاكل وعمالين بيحشوا في السندوتش عشان خاطر تاخدوا معاها وتاكلوا في العربية وهي في العربية كانت جعنة جدا والاكل طبعا عاجبها لانها ما جربتش تاكل اكل زي ده قبل كده لكن مرة واحدة هما بيتكلموا نور بتتصب بصارة وبتقول لها انها بتعزمها هي وطيبة على عيد الميلاد بتاعها طبعا طيبة قالت ممكن بابا ما يوافقش لكن صار قالت لها خليها على الله وان شاء الله يوافق وهم على الاكل بتقول لباباها انها عايزة تروح النهاردة جامعة بنات بيشرحوا علشان في حاجات مش عارفينها وعايزة اروح وتليفونها بيرن فبيسأل الاب الام التليفون ده منين بترد ان التليفون ده من صارة صارة كاب بتتصل بها وبتسألها عملتي ايه قالت لها لسه حقولي دلوقتي وابا رض عليكي اثناء الاكل سألها باباها عن التليفون وقالت ان التليفون ده من صارة صارقة صاريت للتليفون وجابت لي غيره بس لما قالت له على الموضوع ما مرضش ان هي تروح فبعتت رسالة لصارة وقالت لها بابا ما قابلتش منلاقي بعد كده ان سلوة هي بتتكلم مع جزهة بخصوص موضوع الانتخابات ساعد بيدزلها المسج اللي فيها صورة جزهة وطبعا بتتدايق جدا وبتورد له الصورة وبيعرف انها من ساعد ام وسام بتقوله ان ريتا هتعيش عندنا على طول فبيتدايق وبيدخل يبعث رسالة صوتية لي طيبة وبيقولها ان هو بيحبها جدا وعمره ما هيسيبها طول حياته بتشوف الرسالة وتبقى مبسوطة وبتبعث الرسالة هي كمان اما بالنسبة لصارة فبتتحالع على بابا علشان يكلم محمود يسيب طيبة تروح معايها عشان خاطر يروحوا لاصحابهم علشان يشرحوا حبة حاجات وفعلا بيروح يقول له سيب بنتك هتروح بس من ستة لتسعة مش هتتأخر صارة بتتصل بيها وبتقول لها خلاص بابا كي وافق ولا لسه قلت له وافق خلاص بتقولها خلاص تعليلي اما بالنسبة سلوى فكانت مدائقة جدا من خيانة جزها لها حامد بيروح يتخانق مع وسام في المكان اللي هو قاعد فيه علشان خاطر دخل نفسه في حياته وعلشان خاطر اخر له صورة مع واحدة ويخرب العلاقة بينه وبين مراته ريتا طبعا موجودة في حفلة عيد ميلاد وبرضو وسام كان موجود وبتقول له ان هو يعني شيك جدا وبتيجي تصيبه وكانت لبسها لبسة حلوة جدا وكانت صار ولبسها وعملها ميكوب جميل جدا وطبعا وسام كان مستنيها لكن الكل طبعا كان غيران منها وسام طبعا بيسلم عليها وبيفضل يعوده هم الأربعة على نفس الترابيزة كانت ريتا طبعا بتبص كده وهي متضايقة جدا وغيرانة على وسام من طيبة حتى نور كمان كانت متضايقة جدا من طيبة لأنها أخدت وسام لكن الشباب عملوا حاجة مش كويسة حطوا حبوب معينة في المشروب اللي حيروح دلوقتي لطيبة والفريق اللي معاها وبيروحوا وبيقدموا المشروب ده ربنا يستر ونشوف المشروب ده في الحلقة الجاية هيكون عبارة عن ايه وإيه اللي هيحصل هنقلقنا جدا على بنتها علشان اتأخرت وبتخلص الحلقة على كده